خلينا نروح لمباراة مبارح مبارح تعادل النادي الاهلي مع الجود خلينا اتكلم مع حضراتكم عن تجربة شخصية لانه انا ولا هطلع اقطع في اللعيبة ولا هطلع ممكن انتقد بعض اللاعبين اللي موجودين ولكن انا ولا هطلع اخبط في اللعيبة ولا هطلع اقول ان اللعيبة بتاعتي دي وحشة ولا هطلع اعبل زي ماميدو على رغم من ماميدو واحد من اقرب الناس الى قلبي بحبه جدا لكن الحقيقة مبارح سمعت انه هو قال كلام ان كل اللعيبة دي لا تصلح وحقول بعض الاسماء كل اللعيبة دي اللي كانت لا تصلح من شهرين او من ثلاث شهور كانوا تلت العالم اللعيبة اللي لا تصلح دي اللي بيتقال عليها في بعض البرامج انا عارف ان ميدو خانوا التعبير في هذا الامر ولكن ماينفعش يتقال على اللعيبة اللي جابت لنا كل البطولات مش هقود اكرر واقول احنا خدنا اتنين كاس عالم واثنين تالت عالم واثنين افريقيا وراء بعض وصلنا لتالت النهائي باللعبة اللي موجودة دي ولكن ولا هطلع انتقد هؤلاء اللاعبين بالعكس هذا التوقيت هو توقيت المسند انا عارف ان في البعض حيطلع وينتقد ويقعد يقول انا ولا بطبل ولا بقول حاجة حضراتكم شفتوا مبارح مثلا الاستوديو التحليلي كان بيتكلموا انتقد اداء بعض اللاعبين واداء بعض الامور داخل الفرق عادي جدا ما عندناش مشكلة ولكن انا كراجل اهلاوي عمري عمري ما هنتقد هؤلاء اللاعبين او هطلع اتكلم عنهم بطريقة وحشة ممكن انتقدهم فنيا جوا الملعب ولكن عمري ما هقول هؤلاء اللاعبين يستحقوا ان احنا نمشيهم او انه مش بتاعتي اللي بيختار مين اللي يمشي ومين اللي يقعد هو لجنة التخطيط في النادي الاهلي والكابتب محمود الخطيب هما دي المجموعة اللي بتختار شركة الكورة دلوقتي هي دي المجموعة اللي بتختار مين اللي يبقى موجود ومين اللي ما يبقاش موجود ولكن معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان انا مش زعلان انا زعلان وحطاء وحمود ويعني مش عايز اقول لحضراتكم يعني اللي شايفني كويس وعارفني كويس عارف ان يعني انا شكلي ما نمتش مثلا من امبارح بعد التعادل المخيب لكل امال الاهلوية لانه حتى الاداء جوه انا هنتقده حتى الاداء جوه الملعب لم يكن اداء جيد ولكن بقلنا فترة كده اه بقلنا فترة كده هل يستحق هؤولاء اللاعبين ان احنا ننتقدهم يستحقوا الانتقاد أنا ممكن أدعي على ابني ولكن ما حبش اللي يقول أمين أنا أدعي على ابني لكن ما حبش اللي يقول أمين بيننا وبين بعض كده نطلع ونقول أصل إسلام محمد هني ما كانش كويس عشان ناحية اليمين كان المفروض يعمل كذا أصل علي معلول ما قداش كويس أصل أيمن أشرف أصل رمي ربيعة ونتكلم على كل اللاعبين ونتكلم عن أداء كل لعب وأن هم عندهم مشكلة في الناحية البدنية عندهم مشكلة في ناحية الإجهاد العام عندهم حاجات كتيرة جدا ولكن هؤلاء اللاعبين يستحقوا مننا ما ينفعش نقول عليهم كده ممكن ننتقدهم ممكن نقول ان هما يستحقوا الدعم او يستحقوا ان احنا نبقى كجمهور يعني تقال عليهم شوية في الكلام